تنضم إلينا مرام الله عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي سيدة حنان مرحبا بك معنا حسب ما فاهمنا أن المطالب الفلسطينية قدمت إلى القاهرة وتم تسلمها أو تسليمها إلى الجانب الإسرائيلي ولكن الوفد الفلسطيني لم يشكل حتى الآن هل من معلومات أخرى حول الوفد الفلسطيني وإن كانت هناك خلافات؟ لا أولا هي ليست مطالب هناك موقف إجماع وطني فلسطيني تم التوافق عليه وهذه المواقف هي التي تضمن عدم الرجوع إلى الوضع الذي كان سائدا في السابق والذي يؤدي كل سنتين أو ثلاثة إلى مثل هذا العدوان على قطاع غزة فبالتالي الموقف هو موقف موحد يحاول معالجة كل الأمور برسالة توضيحية كانت قد عدت سابقا ومصر تدركها وموافقة عليها القضية هي ليست مصر الآن دائما الإعاقة تأتي من الجانب الإسرائيلي فهم أرسلوا موفودين إلى القاهرة وعادا إلى إسرائيل ولم يكن لديهما جواب لأن إسرائيل تريد ضمانات أنها تستطيع أن تبقى على الأرض في غزة وتبقي على معداتها العسكرية على الأرض وتستمر في ملاحقتها كما تقول للأنفاق بينما على الجانب الآخر أن يتوقف عن إطلاق النار فهذه هي القضية وتشكيل الوفد ليس بالمشكلة على الإطلاق ولا توجد خلافات نحن نريد وفد يمثل الكل الفلسطيني أنا نعتبر أن هذه هي قضية وطنية فلسطينية وبالتالي يجب أن يتشكل الوفد برئاسة الرئيس طبعا هو الذي يشكل الوفد باعتباره رئيسا لمنظمة التحرير لدولة فلسطين وهذا الوفد يجب أن يمثل الطيف الفلسطيني بأكمل وبما فيها حماس والجهاد الإسلامي والفصائل فسيكون وفد مقلص ولكن يمثل الكل وأيضا مخول من الجميع طيب سيدة حنان نود أن نفهم أكثر طالما أن الرؤية أو الموقف الفلسطيني الموحد قد تم تقديمه بالفعل ما الأمور التي سيناقشها الوفد في زيارته المقبلة إلى مصر يعني عندما نحصل على الإجابات وهناك مبادرات مختلفة وهناك أحاديث مختلفة ومحاولات تنسيق مع عدة دول ومع عدة أطراف بما فيها الأمم المتحدة بما فيها الولايات المتحدة بما فيها إسرائيل الجانب الكل يعني فالقضية هي الوصول إلى تفاهمات حول كيفية كف يد إسرائيل أولا وضع حد نهائي لمثل هذا العدوان حقنا للدماء وأيضا معالجة جميع القضايا التي أدت إلى هذا الوضع وخاصة قضية رفع الحصار عن غزة هذا أمر مطلوب من الجميع رفع الحصار عن غزة وتنفيذ ما جاء في 2012 وهي قضية بديهية يعني الصيد في المياه الإقليمية مثلا المنطقة العازلة يجب أن تكون متاحة رفع الحصار بالكامل قضية كما ذكرنا قضية المعبر رفع هي قضية مصرية فلسطينية ولا حاجة لنقاشها مع أي طرف آخر ثم قضية إعادة إعمار غزة قضية كف يد إسرائيل في المستقبل عن كل هذه الأمور وفي النهاية بعد أن نضع الأمور في إطارها الصحيح وفي شياقها لابد أن نناقش إنهاء الاحتلال بالنهاية طالما أن إسرائيل تتمتع بمثل هذه الحصانة والإفلات من العقاب وطالما لديها هذه الآلة العسكرية وطالما تستطيع أن تبطس وتقتل بدون تدخل أو مسائلة ستبقى الأمور كما هي فعلينا أن نغير من طبيعة الحوار والعمل السياسي بمقابل هذه الشروط أو الطلبات الإنسانية لنقل الفلسطينية إسرائيل أيضا من جانبها لديها شروط يصفها البعض بالتعجيزية اليوم كان نتنياهو يتحدث أن هذه الحملة لن تتوقف قبل تدمير الأنفاق بالكامل كيف تنظرون إلى ذلك؟ يعني هذه عقلية المحتل يعني يريد أن يطلق يده أن تكون لديه كامل الصلاحيات ليفعل ما يريد في الأراضي المحتلة مصادرة أراضي توسيع المستوطنات في الضفة ضم وتهويد القدس تطهير عرقي في مناطق جيم إلى آخره حسار وتقطيع للوطن في الضفة وأيضا في غزة حسار وقتل وجرائم حرب بدون شك أمام العالم ولا يريد أن يساءل فبالتالي هو يريد أن تكون قضية وقف إطلاق النار هي من جانب واحد بمعنى أنها تعطي إسرائيل الصلاحيات بالبقاء كما هي على الأراضي التي وصلت إليها وهي تقريبا نصف القطاع والاستمرار في محاولات القضاء على الأنفاق ولكن بصراحة واضح أن هناك تخبط لدى نتنياهو هي ليست قضية الأنفاق عندما بدأ كانت القضية قضية الصواريخ وكانوا يقولون الصواريخ تنهال على إسرائيل كالمطر واستخدمت كذريع لدى العالم وكررها كل أصحاب الدعاية بما فيها الأمريكان يعني الرئيس ووزير الخارجية لا يمكن أن يدفع عن النفس الصواريخ تنهال كأمطار تنهال كأمطار على المدنيين في إسرائيل الآن أصبحت قضية الأنفاق خطر وجودي على إسرائيل بينما نحن ندرك أن الأنفاق كانت وما زالت استراتيجية أو تكتيك عسكري دفاعا عن النفس ولم يستهدف المدنيين هناك صحف إسرائيلية باتت تحلل أن نتنياهو اليوم في ورطة هو في منتصف الطريق لا يستطيع أن يكمل ولا يستطيع أن يتراجع بسبب أنه يجب أن يخرج منتصرا من هذه الحالة طيب ما الحل نتنياهو يبدو من خلال تصريحاته أنه لا مانع لديه أن يستمر في القتل والقصف طالما أنه لم يحقق النصر الذي يريده أمام إسرائيل ما رأيك أيضا في هذا التحليل؟ نعم لا يمكن أن ينتصر في مثل هذه المعركة هي معركة غير متكافئة هي استخدام العنف والسلاح ضد شعب مدني أعزل بصراحة وهذه ليست حرب وإنما هي عدوان غير متكافئ على شعب أعزل وتحت الحصار وأيضا تحت الاحتلال ويرفض أن تكون هناك أي محاولة للدفاع عن النفس لا ينتصر نتنياهو لأنه لم يعرف ما هي خطته للخروج ولم يعرف ما هو الانتصار في نظره هو يلعب اللعبة على أساس استطلاعات الرأي العام سياسيا ما هو الرأي العام الإسرائيلي الآن الرأي العام الإسرائيلي يدفعه باتجاه الاستمرار والقضاء على غزة وكل من فيها حتى هناك من يطالب بقتل الأطفال كلهم في غزة يعني هناك اندفاع نحو اليمينية العنصرية ونحو القتل والتدمير بدون أي فكر أو أي ضمير أو أي أخلاق في إسرائيل ولكن هذه الأمور بعد هذه النشوة والاندفاع ستكون هناك حسابات معينة لأن نتنياهو مثله مثل بقية رؤساء الوزراء الذين دخلوا في مغامرات عسكرية في غزة لم يستطيعوا بأي شكل من أشكال تقديم ما وصلوا إليه باعتباره نصرا بالعكس هناك خسارة لديهم في الجنود هناك عدم قدرة على وقف أي تسلح أو وقف العمليات الدفاعية من قبل المقاومة هناك استمرار للتعنت الإسرائيلي وهناك استمرار للانكسار في الوضع الإسرائيلي عالميا حول استمرار هذه الضربات العسكرية لـ 24 يوما رغم كل الجهود والمبادرات الدولية هناك من يلقي باللوم على الولايات المتحدة إنها تدعم إسرائيل بالمال والسلاح وتعطيها الضوء الأخضر بشكل أو بآخر اليوم منظمة العفو الدولية تدعو إلى وقف التسليح ومن الطرفين حتى وقف التسليح حركة حماس هل هذا هو الحل برأيك؟ وإلى أي مدى يمكن أن يطبق؟ تسليح إسرائيل ماضي على قدم وساق إسرائيل تمتلك آلة عسكرية ضخمة وهي تمتلك أيضا كل الآلات العسكرية لدى الولايات المتحدة مثلا الولايات المتحدة زودتها بما يسمى بالقنابل التي تصل إلى تحت الأرض إلى الأنفاق بانكر باسترز التي استخدموها في أفغانستان كما تعلمين والآن المخزون العسكري الأمريكي الموجود في إسرائيل فتح أمام إسرائيل لاستخدامه كما تشاء هناك 30 مليار دولار الآن قدمت لإسرائيل للعشر سنوات لقم مساعدات عسكرية هناك أيضا تمويل كامل للقبة الحديدية وخلال هذا الأسبوع الكونغرس يقوم بدراسة منح مالية إضافية للمجهود العسكري أقول لك يا الولايات المتحدة هي المسؤولة هي تتحمل مسؤولية الأولى وهي شريكة في جرائم الحرب وفي العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل وجرائم الحرب هذه والمجازر التي ترتكب لم تكن لترتكب لو لم تزود الولايات المتحدة إسرائيل بالغطاء القانوني وبالغطاء العسكري أيضا وبالتمويل الكامل بالحديث عن الغطاء القانوني سيدة حنان وحتى بالغطاء الإعلامي هناك اجتماعات عديدة شهدناها لمجلس الأمن خلال سابيع الحرب اليوم كان هناك أمل من السفير الفلسطيني أن يتم تبني قرار من مجلس الأمن لوقف إطلاق النار ونظمات دولية تدعو إلى محاكمة مجرمي الحرب عبر تطبيق العدالة الجنائية الدولية هل لهذه الجهود أي أثر برأيك أو أنها مجرد ربما تصريحات إعلامية كالعادة عند كل مجزرة تحصل أو كل حرب ترى الدول أنها بحاجة إلى أن توضح موقف لا أكثر لا هناك مستوى لفظي كما قلت ومستوى إعلامي طبعا ولكن هناك عجز لدى مجلس الأمن ناتج عن التفرد والسيطرة الأمريكية على مجلس الأمن بكل صراحة يعني ثلاث اجتماعات لم يستطع مجلس الأمن أن يخرج بقرار هناك مشروع قرار ولكنه يتحول إلى بيان إعلامي ثم إلى بيان رئاسي ثم إلى جلسة مفتوحة لأن الولايات المتحدة دائما تمنع هذه المؤسسة الكبرى العليا في الأمم المتحدة من اتخاذ قرارات فاعلة في ردع إسرائيل أو مساءلاتها وملاحقتها قضائيا ولكن هناك وسائل أخرى ملحقة في الأمم المتحدة مثلا هناك مجلس حقوق الإنسان ونبي بيلي قالتها بصراحة هناك جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب وبالتالي لا بد من لجنة التحقيق لجنة التحقيق هذه تستطيع أن تحقق وعلى دوء النتائج تستطيع أن تطلب محاكمة تستطيع أن تذهب إلى محكمة الجنة الدولية هناك عدة قضايا نحن طلبنا باجتماع وأيضا مجلس حقوق الإنسان اجتماع الأطراف السامية الموقعة على مثاق جينيفر الرابع هناك أيضا محاولات لجلب نوع منها الحماية الدولية وطلبنا ليس فقط بوضع غزة باعتبارها كارثة بشرية وإنسانية ولكن أيضا طلبنا بحماية دولية لدولة فلسطين باعتبار أن إسرائيل دولة معتدية ودولة محتلة وبالتالي تنتهك جميع الحقوق في فلسطين نعم أشكرك جزيلا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حلان عشراوي من رام الله شكرا جزيلا على مشاركتك معنا